مش شماع المؤرخ وعضو الجامعية التاريخية المصرية أنا وسهل بيكو أمتع تاني معاك الحلق والمزيع بقى والله حط بقى اللقب نخد ذلك فيه منافس جاي لك فبس فيرو بكلام سياحة وانا ماشي بكلام سياحة اقول قولي ايه اكتر الجنسيات اللي في خبرتك في مجال الارشاد شفتاها ان هي اكتر نزد عشق نصر بص انا اشتغلت كتير اوه مع الانجليز اشتغلت كتير اوه مع الامريكان اشتغلت مع الهولنديين اشتغلت مع الاخوة العرب ايضا واشتغلت مع جنسيات كثيرة من استراليا من جنوب افريقيا تخيل على اعلى مستوى مش عايز اقولك ما تقدرش بجد تقول مين بيحب اكتر من مين كلهم عاشقين كلهم منباهرين ممكن نقول القراءة العميقة الانجليزي انا ما بتكلمش الماني عشان انجليزي فانا حقولك من اللي بيكلموا انجليزي القراءة العميقة العميقة والتركيز والخمستاشر يوم ويطلع يشوف مقبرة بني حسن في الجبل فوق وحاجات كده كان الانجليز المفاجأة عندي كانت بالنسبالي جنوب افريقيا جنوب افريقيا اهتمام ولع ولع بمصر لدرجة ان انا دعيت اسبوع هناك في جنوب افريقيا قالك المحاضرات عملت كالملك كينج اوف افريقا مجرد انت قمتول مصر لدرجة ان انا كنت واقف مرة في حتة من استني حاجة واحد معدي كده معرفوش ولا متعبة رح بأسسلك قال لي ايجيبشن جمال عبدالناصر خلاص وراح ماشي هو ده بالنسبال له مصر علشان افريقيا طبعا وجمال عبدالناصر في افريقيا وكذا فهو كان متخالل ان ده طب عرفت منين انا مصري وكذا فطول ما انت ماشي هناك وفي الجامعات اهتمام كبير اوي بعلم المصريات كانت مفاجأة بالنسبالي ايه اكتر الاثار اللي بتبهرهم هنا يعني هل هو الهرم زي انه واحدة من المعجاة بالدنيا السابعة القديمة ولا في حاجات تاني صغيرة ممكن تبهر الزائر بص هو الهرم احنا بص هتروح يمية هتروح شباب انا راجب بتاع تفاصيل يعني انا في محاضراتي للاجانب والمصريين انا بتاعتى الديتيلز اوي لكن في الاخر خالص انت في الهرم هو البطل يعني كنت اقول كده المرشدين في محاضراتي للمرشدين الشباب بقولون بصوا في الهرم الهرم هو البطل في المتحف انت البطل في المتحف انت اللي هتشرح التفاصيل بتاعت التمثال عينيه انف وعضلات كده ماشي السايح بصص لك انت بصص للمرشد الهرم انت هتشرح في الوتوبيس الشرح قدام الهرم تشرب ما هتمشي معهم في الصحراء هتدي بتاعتك مبهر بالمعلومات بتاعتك تزود على الابهار بتاعه لكن الملك بتاع مصر كلها في الاهتمام السياحي والاثاري هو منطقة الهرمات ولكن هناك مفاجآت يعني منطقة ضغشور الهرم المنحني محدش عارفه حتى مصريين محدش عارفه منحني ده ده 101 متر ارتفاع يعني المفترض انه يبقى اعلى من هرم خوف هو المفروض ان اللي جنبيه هو اول هرم متكامل في التاريخ يعني الملك سنفره لأكتر من هرم منه الهرم الاحمر الهرم برضه في ضغشور ففيه ناس تقولك هرم خوفه هو اول هرم متكامل لا اول هرم متكامل بالشكل الهرم اللي حداك عارفه كان الملك سنفره اللي هو ابو خوفه فهي ماشية كده سنفره خوفه هتقولي خفرة هقولك لأ فيه ملك لسه اسفو جدف رعب محدش عيني بيجيب سرطه يعني احنا بيجيب سرطه ليه هرم؟ ليه هرم بس مش في المنح مصر فيها اكتر من 100 هرم على فكرة اكتر من 100 وفيه كتاب خاص به هرمات مصر سبت كده مارك لانر طبعا كتابه الرهيب وعندنا طبعا دكاترتنا العظام فخر يوسليم حسن والناس الحلوة دي لكن عايز اقول لحضرتك ان اخر كلام انا قرأته في ان احنا لدينا اكتر من 130 هرم في مصر تمام اجمل ذكره معك وانت بتعمل في مجال ارشد طبعا انا عارف انت مشغول دوقتي بالمحاضرات في مصر لكن في مجال ارشد كان ايه اجمل ذكره حصلت معك اكبر مفاجأة عندي ان انا كنت دعيد في الوات المتحدة الامريكية ودخلوني حتة بعد ما خلصت المحاضرات بتاعتي هناك والمسرح فتح لقيت المجموعة السياحية اللي كانت معايا في مصر في امريكا لابسين جلاليب شاريوها من مصر من مصر ووقفوا كلهم صف واحد وغنوا الاغنية اللي انا علمتها لهم هنا في مصر اللي هي بلادي بلادي لكيهوبي وفوادي كده اللي انا غنتها لك كده بالزبط لان هم عندوش الهمزة ما عندكش الفيديو ده الفيديو ده موجود ولا انا اتخيل الفيديو ده موجود على فيديو مش بقى على فيديو لان ايما كان الفيديو اللي بتهايلي اه لان دي مش عايز اقولك اديه والفيديو ده كان وانا بدربهم هنا على المركب السياحي وكانوا بيخشوا الحفلة على المركب السياحي في مصر الأمريكان وبشيّلهم عالم مصر الكبير بتاع المركب اللي بقنات متعلق على المركب عساري وبناخذه من الكافتين بقول الله وحنستلفوا منك شوية بيصوروا ليه؟ ويخشوا جوه الحفلة قدام الجنسيات الأخرى وهم بيغنوا بـ و.. على شعرت السعير؟ وعشت حادة مين بقى؟ ده أنت بقى عنيك بقى وحاجات كده وعملت فيها بقى عبدالوهاب والمايسترو وحاجات زي كده وكانوا بيرجعوا حافظين الأغنية في أمريكا لا مصر مؤثرة يا جماعة مؤثرة مؤثرة أكتر سؤال أنت خفت منه أو ما جاوبتش عليه جالك من إزاي أحب شوف في أسئلة بتبقى حساسة لأن أنت في الآخر خالص المجموعة هتكتب فيك تقرير فإزاي تقول الحقيقة في واحد في المجموعة طالع لك في النص لأن إيه في مثلا إنجليز يقول لك There is always one في المحاضرة في واحد طالع لك في المجموعة ده واحد صهيوني وقف لك إحنا اللي بننا الهرم يهودي إحنا اللي بننا الهرم في بني إسرائيل فأنت حترد عليه تاريخيا وتطحد اللي هو بيقوله بس بشكل شيك وحلو وراقي بحيث ما يزعلش قدام المجموعة لكن حتقوله الحقيقة وحتفاهمه إن بناء الهرم المصري مئة في المئة صنع في مصر لبني إسرائيل ولا عبيد ولا كربيج لأن الهرم لا يفرز عن طريق الكرباج ده الهرم ده عايز واحد رايق وبالمناسبة أنا عندي محاضرة يا جماعة اسمها النكتة في مصر القديمة المصري القديم كان بيرسم نكت بما أنت كنت بتتكلم على إيه هو ابن نكتة كان بيرسم نكت يعني النقوش على المقابر عمت بتخيل في مقبرة نكتة؟ ده فأري ده ابن نكتة بقى ده ابن نكتة بجد ده ابن فأري بقى أنا بقولك إحنا ده قطي في الشرع المصري يقولك ده فأري يعني لزيز جدا يعني كلمة فأري دي مش فأري فأري تخيل جوا المقبرة وعلى البرديات ونحن أول من رسم الكاريكاتير اللازع وأول من رسم الكاريكاتير الذي ينقض المجتمع وينقض ده فيه كاريكاتيرات بلا تعليق إذن نحن من نختارها عن نو كومنت نو كومنت لا طبعا لسه هقولك وأخدوها من هنا في يوريو نيوز ومش عارفية أقولك نو كومنت لأ نو كومنت لأ نو كومنت دي بتاعتنا موجودة على البرديات وفي النقطة رسم بس ورسم وسائبك بيستهزئ بقى أي حاجة رسم وسائبك ساخر آه يعني مثلا فيه مثلا رسمة قطة مسكة بقجة ومسكة حاجة زي اوزة في اديها وبتهشأل بتحمي الاوز اللي ماشي طب القطة عايزة تاكل الاوز يبقى دا بتحمي ايه انت بتحمي اللي انت عايزة تكليه آه وزايبك من غير ولا حاجة تحت يعني انت بتحمي اللي انت حتاخديه اللي انت حتسرقيه فالفكرة تعلن يعني هو شعب ملوك كتالوج فابل ملوك كتالوج أو ربما يكون كتالوجه في البرديات والله في كتالوج بس هو من البردي آه يمكن يمكن آه إيه الأماكن اللي انت شايف انها في مصر موجودة أماكن رائعة وعظيمة لكنها غير مفتوحة للناس دا سؤال حلو آه هو ممكن تكون موجودة بس الناس يمكن مفيش توجيه شوية من حيث السياحة الداخلي آه فاحنا ممكن نتكلم مثلا على منطقة السلسلة في الصعيد دي منطقة اهمة جدا آآ آآ اثرية محافظة في منطقة انت من اول لقصر سلسلة من اول سوهاج بعد من اول لقصر لا 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 دا انت بعد يعني اندي لقصر اهيه آه في مناطق زي اسنى زي ادفو كومومبو زي كومومبو برافو عليك لا بس في قبل كده من اول المراغة العربة المدفونة انت كده دخلت على ابيدوس خلينا في العربة المدفونة ابيدوس والبعدها يعني ابيدوس اشكرك ابيدوس ماشي ماشي ابيدوس مصطبط بيت خلاف جرجة سوهاج باني سويف اهناسيا المدينة انت عارف مين في كانت عاصمة مصر في يوم الايام في يوم الايام كانت هي القائدة يا جماعة لازم كلكم تروحوا تزوروه منطقة اه نابتا بلايا ميت كيلو غرب ابو سنبل الوحات سيوة ومعبد الوحي الشهير اللي راحوا الاسكندر يعني دي حاجات مفتوحة لكنها مش موجهة يلا رحوا زور يلا رحوا زور يلا رحوا زور زوروا جزيرة سهيل في اسوان يعني انا عارف انتوا بتروحوا غرب سهيل الجميلة الرائعة اللي انت بتشوف فيها البيوت الحلوة النوبية اللي على نهر النيل دي بتشوف فيها كتير على النات لكن انا بقولك كمان وانت في غرب سهيل زور جزيرة سهيل طب ايه المكان اللي انت شاف ان هو لازم يتفتح يعني مقفول فعلا هو لازم يتفتح مطحف اليوناني الروماني بالاسكندرية قافل من الفين وخمسة دي مقفول حديثا لكن في حاجات اكتشفت وما تزارتش هو لازم يحضر الكاش انا زرته قبل كده المطحف اليوناني اه ما انا بقولك بس هو قافل من زمان ومعرفش هو لازم يفتح ده السؤال هو بيقولك ان هما بيرمموا الحوائط لان هما خايفين الحوائط ممكن يحصل حاجة على الاثر لكن هذا مطحف غاية في الامين ايه وفن عندك الكويكت ايه وفن عندك الرحلة السريعة اللي بتيجي المركب ما عندهوش وقت يروح القاهرة في اسكندرية او بيروح القاهرة ويرجع في نفس اليوم او كده فسيحة اليوم الواحد دي ممكن مش عايز اقولك تعمل ايه في اسكندرية بس رجعلي لو تسمح المطحف اليوناني الروماني ويبقى بقى ايه مدضمنا لان خد بالك انت عندك المطحف القومي بتاع اسكندرية طحفة من طحف زمن شرع فؤاد فاكر ساعة الزهور بتاع الزمن لو اديت دهرك لساعة الزهور في اسكندرية هتلاقي شرع فؤاد وهتلاقي فيلا بيضة على يمينك هو ده المطحف الوحيد المطحف القوامل للاسكندرية فلا ترجع الاسكندرية مرة تانية منارة وبالمناسبة منارة الاسكندرية اللي هي واحدة من عجاب الدنيا السبعة القديمة كان عندنا عجبتين في السبعة كان عندنا الاهرامات وكان عندنا فنار الاسكندرية حصل فيها حاجة حلوة أولو من دول ان هما بيعملوا شواطئ خاصة للسياحة فبيرجعوا السياحة طبعا طبعا ده موجود في الشرم وموجود في الغرداء وغيره لكن سمعت ان هما بتدوا يعملوا كمان شواطئ مقفولة مخصصة للسياحة فكده بيرجع الاسكندرية الناس وحصل اهتمام